طيب موقعة ياسمينة البعض خدها ومن الحاجات اللي البعض حاول يحولها انه احلامته هاجم مصر والحيانة مش يعني عجبني اللي قلته ده دلوقتي موقعة ياسمينة موقعة ياسمينة لانه يا جماعة ما فيش حد يستطيع ان يدعي ان يمثل مصر لكن ننقشها يعني ربما البعض وجد في وجهة نظر انت عارف انه في كمان المسابقات الغنائية دي احيانا يتحول التصويت الى تعصب اقليمي شوفيني يعني المطربة المصرية لازم نديها السعودي لازم نديله الكويتي الحقه يعني المغربية المغربي الجزائي وهنا نتحول الى عصبيات مع انه الفن لا حدودة لا ولا جنسية والبعض بقى شايف انه صوت احيانا جنسية تانية افضل لكن يتعصب لجنسياتي هنا البعض خد وجهة نظرك الحادة باتجاه والله مش حادة والله يعني قلت صوت بلا احساس زي الاربة اه زي الاربة صوتها زي الاربة ده تعبير فني مش تعبير زي الجربة زي الجربة اه هي بتغني عندها صوت عريض اوكي ترجعون يا نيك كده بتغني بس صوت العريض هذا لازم يكون في حس الاحساس في الغنى ده الفنان اذا ما قلتش هو بتسمعه هو بيغني وتقول له الله او وتقول له اه الاحساس اه يعني لو حد صوته كويس لكن ما بيوصلش الاحساس يبقى بالنسبة لي انا صوته صفر وما فيش نجم لمع ونجمه عليه اللي لما يكون فنان عنده حس في المغنى عنده حس يعني الاحساس مهم مش قوة الصوت ولا جمال الصوت فقط ايوة يعني احنا مثلا في الاربة ايضا اللي بيجونا في المطربين الشباب بيغنوا بيخش بقول يمة ما بيبتدي يغني والله اقول انا يمة ايش هالصوت بعد شوي انا خلاص خلاص اسكت اسكت روح روح لانه ما فيه ما لمسنيش لما يلمس حساسك في الغنى هو ده يلحس بالحكس بنت حلوة عندها حضور عندها بس للأسف صوتها يعني هذه المطربة لو تتحول يمكن مدري يعني ما سمعت انا وتغني شيء ابرالي شيء ابرالي افضل من تغني حاجة لامو كلثوم امو كلثوم مدرسة كبيرة ما ينفعش اي واحد يقرب منها ما ينفعش تقرب من منطقة امو كلثوم الا لما تكون بتغني صح بتغني صح اه بتغني يعني يعني انت تنصح اي حد انا اليوم لما اسمع امال ماهر وهتغني لامو كلثوم بتلاقيني كده تسمرت في مكاني بتسمر امال ماهر اه بتغني لامو كلثوم بتسمر اه امو كلثوم تحديدا يعني بتقولي حتى للي بيقال يعني اذا اه مش هتجيبها صح ما تقربش منها اه مش يعني انا دلوقتي وانا بغني دلوقتي حتى لامو كلثوم كده اصلي المصري ده مش منطقتي انا المصري بشكل عام العربي كمان عشان ميتخدش انه انا بقول بس مصري مش مصري بس مصري بس مصري مغربي اه لبناني اه سوري اردني اه كل اللهجات دي مش منطقتي انا منطقتي انا بنت الخليج منطقتي خليجية بحتة فلما اقعي اغني لامو كلثوم بخاف تخافي اه بخاف لهذا الحد يعني شايفة انه والله بخاف يعني بعود اقول انا اسفة كمان اسفة لاني غنيت اسفة لانه مش لاني بحب مو كلثوم بس معه هي بتغني بس بتخاف دي 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 منطقة يعني كبيرة امو كلثوم يعني طبعا واحنا الحياة يعني بس هنا البعض خدها ليه البعض حولها الى اه مقارب اخرى كل واحد عنده مقارب اخرى